بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العمل على الانترنت للمبتدئين في سنة 2021 تعالوا نتكلم بقى في سلسلة جديدة كده ان شاء الله نبدأها مع بعض كل مرة أمسك معاكم مشروع واحد أكلمكم عنه بالتفصيل خطوة بخطوة إزاي تشتغلوا على هذا المشروع وفي النهاية أين تضع خدماتك وتعرض خدماتك وإزاي تبدأ تربح من هذا المشروع وإيه هي الأدوات المطلوبة منك وكل شيء تعالوا نتعرف في هذا الفيديو على هذا المشروع أول حاجة المشروع بتاعنا هنعرض خدماتنا إن شاء الله على فايفر وعلى خمسات ويعني كل ما شابه من هذه المواقع وأبورك يعني يمكن دول أكتر مواقع أنا شخصيا بثق فيها أبورك خمسات فايفر وموقع اسمه فري لانسر المشروع ببساطة هو تحويل أي مادة صوتية أو فيديو من على اليوتيوب مثلا أو حد يبعث لك فيديو مشارك تكون على اليوتيوب وإنت تكتب الكلام اللي في هذا الملف الصوتي أو في الفيديو أنا لو جيت هنا على فايفر وكتبت له Audio to Text شوفوا أنا معايا هذا الشخص I will transcribe video or do audio to text transcription كلمة Transcribe معناها أن أنت تسمع وتكتب الكلام على ورق ده معنى كلمة Transcription هذا الشخص على فكرة اللي هو عامل 576 جيج وما بسموه جيج جيج لها الخدمة يعني عامل الموضوع ده ل576 واحد هذا الشخص يا سادة من باكستان يعني له ناطق أصلي من بريطانيا ولا من أمريكا ولا أي من هذه البلاد فمن باكستان زي ما هو قدر يعمل ده أنت كمان تقدر تعمله خذ بقى عندك إيس على ده كل هذه الخدمات وطبعا زي ما أنت شايف هنا هو فيه أقبال حقيقة يعني أنت لو لاحظت هنا بص هنا شايف الأرقام عاملة إزاي مثلا أفرقكم على هذا الشخص يعني مش هناخد واحد من الصف الأول هنا هلاقي أنه هو بيقدم الخدمة بتاعته لو اللي في الملف الصوتي شخص واحد صوت واحد فقط هو أنا بيقولك دي هتكون بخمسة دولار لو اتنين أو تو سبيكرز دي هتكون بتلاتين دولار أما لو كانت up to three speakers فدي بستين دولار زي ما أنتوا شايفين كل حاجة على حسب عدد اللي بيتكلموا وكمان المود على فكرة وأفرقكم دلوقتي الموضوع ده أيضا بشيء من التفصيل جيت هنا كتبت له audio to text جيت هنا كتبت له video to text برضو لو أنت حابب تقدم الخدمة دي بشكل منفصل دي للفيديو ودي للأوديو أو حتى لما كتبت له transcription طلع لي برضو هنا هذه الخدمات منها برضو نفس الشخص اللي احنا استعرضناه هنا أنزل بقى معكم شوية هنا بصوا على آه ده شوفوا هنا ده بقى متخصص هنا في إيه YouTube Transcription Services ده أنت ممكن تعمله ببساطة شديدة ممكن تشتغل فقط على هذا الموضوع إذن الفكرة العامة اتفاهمت خلاص أنا بحول اليوتيوب فيديو أو ملف صوتي إلى نص مكتوب طيب أنا أعمل ده ازاي لأن أنا ضعيف في اللغة الإنجليزية وحتى على فكرة فيه بيطلبه بالعربي يعني بيجيب لك ملف بالعربي في ناس بقى شركات وكده بيكون عندهم كم كبير من أشياء من هذه النوعية وبيطلبوا هذه الخدمات أيضا باللغة العربية انت رجيت هنا بقى كتبت له برضو نفس الفكرة كتبت له Arabic Audio to text هتلاقي برضو أن فيه ناس بتطلب هذه الخدمات أنا حابب أعمل ده أعمله ازاي خاصة لو كان بالانجليزي أنا ضعيف مثلا فيه اللغة الإنجليزية أعمل ده ازاي همشي معاكم بشويش وخطوة خطوة في هذا الأمر ودايما لازم يكون عندكم صبر فكرة أن انت عايز فيديو عبارة عن دقيقة وتاخد المعلومة وتجري وتقول أنا خلاص تعلمت وهنفزها وبكرة تجي للأرباح ده كلام ضرب من الخيال وما ينفعش أبدا اللي أنا بتكلم عنه ده شغل زي أي شغل زي ما انت كده بتروح تشتغل في مكان ما وبتتعف فيه علشان تلاقي آخر شهر المرتب بتاعك انت لو حابب ان انت تشتغل بالطريقة اللي أنا بكلمك عنها أنا أو غيري لازم يكون عندكم صبر ما تنسوش أبدا وأنا دايما من وقت للتاني بفكركم بما قال الإمام الشافعي أخي لن تنال العلم إلا بستة سأم بيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واشتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان صحبة الأستاذ مقدور عليها أهو إحنا بنتكلم معاكم وبنفهمكم واللي عنده سؤال بقدر المستطاع بنجاوب على أسئلتكم أما طول الزمان فلازم يكون عندكم صبر وبلاش فكرة بأننا عايز كل شيء يكون بسرعة وأننا ما عنديش صبر ولا عندي وقت طيب ما هي الأدوات اللي أنا ممكن استخدمها لأننا لغة ضعيفة زمان قلت لكم وما زلت بقول على هذا السوفتوير اللي اسمه One Click Blog Post ده ببساطة شديدة بتحطله الفيديو وهو بيحوله لك إلى كلام مكتوب ده اسمه Transcription يعني كده الشغل اللي أنا عامله قدامكم دلوقتي حالاً ده اللي أنا جبت فيديو وحولته إلى Transcription ده ينطبق عليه الوظيفة دي اللي هو أحول اليوتيوب فيديو إلى Transcription لكن مع مراعاة حاجة أولاً لازم تكون لغتك معقولة لأنه لازم تراجعه لأنه هيكون في بعض الأخطاء فأنت لازم تكون مدرك هذه النقطة أنه أنت بقى تأخد الكلام ده من هنا هو Copy Text وبتحطه على Word File وتبدأ تراجعه واحدة واحدة زي هنا مثلاً دي كده لازم تتعدل اللي هي I'll show you لازم تكتب الإي كابيتل وتشيل الفولستوب اللي هنا والس تكون small لكن بشكل عام ده يا سلام بيوفر لنا كتير جداً لكن هتتبقى عندي مشكلة ماذا لو أنا حابة بعمل الشغل ده باللغة العربية افرد حد طلب مني أن أعمله الكلام ده بالعربي أنا بصراحة ولا أخفيكم سراً أنا حاولت كتير مع فيديوهاتي على هذا البرنامج أو السوفتوير أنا اللي أوريكم هنا بيشتغل إزاي دي الواجهة بتاعتك يجي هنا على Create My Article هاخد قدامكم اللينك بتاعي أهو وبعد كده باجي أحطه هنا للأسف لن يتحول أبداً لأن البرامج دي عادة مش متصممة للعربي زي ما تشايفين هو بيقول لي أنه مش نافع يعني حتى هنا على Content Gorilla لما حطيته الحاجة الوحيدة اللي طلعها لي هو العنوان غير كده ما فيش هنا المكان هو زي ما تشايفين بتاع النص فاضي تماماً فللأسف مش نافع إلى أن الحمد لله أنا وجدت الحل لهذا الموضوع خد بالك أنا عايزين نشتغل بطريقة احترافية مئة بالمئة مش كده مش يعني التفاني لده مشروع ودايماً أنا يعني الناس اللي متابعيني وأنا يمكن حالياً أني عندي تقريباً 500 فيديو على قناتي أن الناس اللي متابعيني من زمان وفي كتير منهم ما نعرفهم بالاسم يعرفوا أني أنا مش من نوع اللي بيجري وراء أي سوفت وير مجاني لأنني أنا مؤمن بمقولة حقيقة يعني من ساعة ما سمعتها وأنا مؤمن به ما هي هذه المقولة؟ المقولة بتقول إذا كانت السلعة مجانية كنت أنت السلعة يعني ما فيش حاجة لوجه الله في الدنيا يعني اللي بيعمل لك سوفت وير مجاني أعرف أنه هيكسب منك لأن أنت بقى اللي أصبحت السلعة هيكسب منك بطرق تانية للنهار هينشر لك الإعلانات اللي طول ما أنت تحاول تضغط على أي حاجة هتلاقي نفسك بتضغط على إعلام من الإعلانات علشان هو يكسب وأشياء أخرى كتير ويمكن موضوع اللي أثيره مؤخراً بتاع الواتس أب بما أن الواتس أب تطبيق مجاني شفتوا شركة الفيسبوك المالكة للواتس أب دلوقتي طبعاً بعد ما اشتروه بيعملوا في الناس لذلك أنا شخصياً مؤمن جداً بالأدوات المدفوعة طبعاً ما يكونش شيء مبالغ فيه ولكن في نفس الوقت هاخد خدمة محترمة والله هذا هو السوفتوير الوحيد اللي قدر يحول النص بتاعي إلى نص مكتوب زي ما شايفين ده فيديو من فيديوهاتي وده ويبسايت اسمه G-G-L-O-T اسمه كده ما عرفش خلونا ننتقى بها G-glot.com مثلاً هذا هو السوفتوير الوحيد اللي قدر يعملي ده ومش بس كده خدماته والله أبهرتني أنا هنا مثلاً بعد ما حاولت طبعاً الفيديو بتاعي إلى النص شوفوا هنا لما هضغط طول ما أنت بتسمع بيفرجك أنه جزء بيتقارى دلوقتي لعله وعسى هناك خطأ ما أنت تصححه طبعاً على طول وبعد كده بقى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم متفقين أن الحمد لله أخيراً لقينا السوفتوير اللي ممكن بجد يصد معانا في مشروع مثل هذا المشروع مش بس كده بعد ما راجع النص بتاعي وتأكد أنه مظبوط 100% هفترض أنت بقى بتعمل ده لحد العمير لكلينت لازم طبعاً تراجع كل حاجة وبعد كده شوف بقى هو عايز إيه هل هو هيرفع الكلام ده على اليوتيوب وأنا شخصياً بصراحة بعد ما أسجل لكم الفيديو ده أنا هاخد اليوتيوب سبتايتلز دي هضغط هنا وهحوله إلى نص مكتوب على الفيديو بتاعي بعد كده اللي يدخل على هذا الفيديو على قناتي مش بس يسمع لا يسمع ويقرأ لو حابب وبعد كده هترجم هذا النص من خلال هذا الجزء أترجمه واخد الترجمة وضعها برضو على اليوتيوب يعني دي حاجة هتكون بتميزني أنا شخصياً على اليوتيوب إن أنا أخلي ترجمة على فيديوهاتي وإن شاء الله في نفس الوقت أضع النص تقدر تسمعني وتقرأ في نفس الوقت افرد حد مثلاً سمعه ضعيف وحابب إن هو يفهم ليه نحرمه من هذه الخاصية ناخدها حتى بالنية دي إذن أنا هنا عندي تقريباً مشروعين أشتغل عليهم من خلال هذا السوفتوير المشروع الأول إن أنا على فيفر أقدم خدماتي على فيفر بقى خمسات وأوبورك وكده أشتغل على هذا الموضوع أقول إن أنا أقدم خدماتي لمن يريد أن يحول الفيديو بتاعه إلى نص مكتوب أو مترجم إلى عدد كام من خلال السوفتوير ده 60 لغة لكن طبعاً مش عايزين نجازف ونعمل حاجات إحنا مش ندر عليها لأن أنا قلت لكم لازم تكون عارف اللغة اللي أنت بتشارع عليها علشان تبقى فاهم وتشوف هل الحاجة دي لما بترجعها مصبوطة ولا لا فما تقولش أن أنت هترجم لكل اللغات أو للغات أخرى أنت ما تعرفهاش إذن كده إحنا تأكدنا بالدليل القاطع هو بالبرهان إن هذا السوفتوير قادر إنه هو يحول لنا فيديوهاتنا اللي باللغة العربية تعالوا بقى نستعرض بسرعة السوفتوير ده السوفتوير والسوفتوير ده فيه ثلاث أنواع من الخدمات فيه اشتراك شهري بـ 12 وفيه بـ 24 وفيه مجاني مناش دعوة بالاثنين العالمين إلا إلا أركز معايا إلا لو أنت بدأت تشتغل على فايفر وبدأ فيه عملا يجولك ويطلبوا منك بقى شغل بملفات كبيرة بمثلا مدد طويلة لأن الخدمة المجانية أنت عندك لحد نص ساعة فقط لغير وبملفات تقدر ترفعها لحد 200 ميجا لكن إفرد جالك عميل عنده ملف ساعة كاملة الملف ده حجمه لحد 400 ميجا في الحالة دي بقى بما أنه خلاص ده شغل أنت بتستسمر لازم تشترك فيه هذه الخدمة إفرد حد جالك قال أنا عندي أربع ساعات عندي محاضرة طويلة ساعتين ونص ثلاثة أربعة والملف بتاعي المقرب الاثنين جيجا يبقى لازم تشترك فيه 24 دولار بالشهر يبقى ده مبدئيا مع العلم أن لو أنت اشتركت هنا أو هنا أو هنا لما هتيجي بقى تحول الفيديو بتاعك أو الملف الصوتي إلى نص مكتوب كل دقيقة بعشرة سنت يبقى خلونا نتفق أن الاشتراك الشهري هنا ده مش هيعفيك إن أنت تدفع وإنت إنه لو مشترك بـ 12 دولار إنت الملف بتاعك لو كان دقيقة هتدفع 8 سنت ما لهمش علاقة بالـ 12 دولار بتاع الشهر دي خدمة بقى إنت هتشتغل هتحط الملف هتدفع أما لو إنت مشترك في الـ 24 دولار في الشهر الدقيقة بـ 6 سنت دي برضو نقطة مهمة مش معنى أن إنت اشتركت في اللي ببلاش كل حاجة ببلاش أنا قلت لكم الغالي 8 فيه خلوني أفرقكم مثال عملي قدامكم أنا أخذ الفيديو بتاعي ده اللي هو 58 سانية 58 سانية المفروض يكون بقى يكون بقى يكون بقى 10 سنت مش كده تعالوا نشوف هرجع تاني للـ داشبورد طبعا هنا هنا أهو أنا حطط 10 دولار أهو زي ما تشايفين سحب مني 60 سنت للفيديو الصابق أجي هنا بقى أنا عايز إيه يلا عايز الترانسكريبشن هروح هنا وهضع اللينك بتاعي أهو Enter URL أحطه هنا أو لو أنا عندي بقى الفيديو ذاته برفعه من هنا أو لو ملف صوت على فكرة برضو أحطه من هنا أجي هنا على يمين أختار Source Language أنا اللانجوج بتاعتي إيه Arabic Egypt بالعامية المصرية يبقى كده تمام حطيت اللينك واخترت العامية المصرية وهقول له يلا Upload هنا بيقول لي هل فيه نويز هقول له ما فيش أي ضوضاء في الخلفية بتاعته وأنا بسجل No Heavy Accent الأكسنت بتاعتي عادية بالمصري Clear Speech واضح يلا أوكي تمام آدي اللينك بتاعي بيقول لي Duration بتاعتك دقيقة هتدفع 10 سنت موافق يلا آه موافق Get Transcription Transcription Ease in Progress يعني الموضوع شغال أقول له طب رجعني تاني وتفرج من هنا واشوف وإيه بيحصل ممكن ياخد بقى على حسب الملف بتاعك ياخد إيه أدئتين لو بقى ملف كبير ممكن ياخد وقت أكتر آدي النص بتاعي 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 كده نشوف هضغط هنا واشوف هل الكلام مظبوط ولا لا كيفية اختيار أفضل عنوان للفيديو بتاعي من خلال الاستخدام لهبي الأداة T-U-Body بعد بقى ما براجع وأصلا مش ياخد مني حاجة يعني في المراجعة وخلاص أنا هافترض معاكم إن حد كان طالب مني عمله الخدمة دي باخد النص ده وباجي هنا على export ودي له اللي هو عايز أترجمه بقى باجي على translation وترجمه للغة اللي أنا عايز هنا translation وبيقول لي أنت عايز تترجمه لأي لغة target language أنا عايز مسلا أترجمه إلى اللغة الإنجليزية فبنزل هنا وأختار اللغة الإنجليزية أو English United States طيب نوع الترجمه أنت عايز subtitle ولا عايز document إيه الفرق بينهم الفرق أن أنت لو عايز تحط على اليوتيوب ترفعه كترجمه للفيديو بتاعك لازم تختار subtitle وبعد كيف بتقول له translate وبيترجمه لك وخد بالك هنا بيدي لك كل التفاصيل قبل ما الترجم بيقول لك المدة بتاعتك دقيقة 129 كلمة الrate بتاعة الترجمه يعني ما بيقول لك بشكل عام سعر الكلمة في الترجمه بيكون تقريبا 9 سنت وطبعا الكلام ده صحيح بما أن ده أيضا من مجالات شغل أنتو عارفين أن أنا أستاذ أيضا للترجمه هنا translation price هيديني كله على بعضه بكام 12 سنت ينهر ربيض يعني مش هدفع أنا المبلغ ده اللي هو 129 كلمة في 9 لا أنا هدفع فقط 12 سنت كل جزء بالوقت بتاعه بالtime بتاعه جاب لي الترجمه الترجمه بشكل عام فيها أخطاء لأن في النهاية ياخد بالك ومش بني أدم هو لترجم لي دي بتبقى بالذكاة الاصطناعي أنا لو حابب ممكن اشتغل عليها وإعدل عليها وإرفعها كترجمة للفيديو بتاعي بده مشروع يا شباب لللي حابب يقدم خدمات من هذه النوعية أو زي مولتلكم بقى على اليوتيوب زي هذا الشخص اللي عامل بصه 391 خدمة قدمها لهذا الموضوع طيب أنا مش عايز أدفع فلوس على كل دقيقة 10 سنت أعمل هنا بقى الريفيرلز دي انت لو عطيت الرابط بتاعك أنا رضغط هنا هيكون فيه رابط وده إن شاء الله أسيبه لكم فيه سندول وصف انت لو اشتركت من خلالي اهو بيقولك الموقع يديني خمسة دولار وانت كمان تقدر تعمل نفس الشيء تشترك ولو وضعت عشرة دولار في حسابك وبعد كده تبدأ تدي الرابط بتاعك للناس اي حد يشترك انت كمان هيكون ليك خمسة دولار بشرط انه لازم يشحن هنا بعشرة دولار عشان الجدية يبدأ بالفعل في استخدام هذه الخدمة والموقع بيتقدم وبيتطور لدرجة انهم عملين حاجة الله أبهرتني ميديكال ترانسكريبشن عارفين كمان بالمسترحات بقى الطبية وكده دي حاجة تبقى عظماوي طبعا انا مش طبيب علشان اقدر احكم على هذه الخاصية لكن ممكن اجربها فيما بعد وفرقكم على فكرة ان اللي هي طبعا اكيد اطبق كتير اصدقائي فممكن اعمل ده واشوف من خلال حد من اصحابي هل الكلام صحيح ولا لا اما هنا بالنسبة لل بايمنت فأهو انا شخصان انا باختار اللي هي العشرة دولار وبشح من خلال البيبال مشروع للجدين اللي حابين يعرضوا خدمتهم بجد على هذا الوبسايت او اي ووبسايت اخر زي خمسات وزي اوبورك انا لو يرجع بيا الزمن انا في مجموعة مشاريع انا كنت اعملها طبعا قولا واحدا منها هذه الافكار وكنت اشتغل في الترجمة اونلاين وكنت اشتغل في موضوع كيندل يعني ما كنتش هسيبه ابدا طبعا كنت اعمل قناة على اليوتيوب وكنت اشتغل في الافيليت ماركتينج كل الحاجات دي انا كنت هعملها لكن انتم عارفين كل زمن ولوها ادان الحاجات دي بقى دورنا احنا نعلمها للشباب الصغير اللي في العشرينات ناخد بأيديهم ونديهم من خبراتنا احنا دلوقتي احنا في الاربعينات فندي خبراتنا للشباب الصغير لعل لو عسى هذه الاشياء تلهمهم يبدأوا من دلوقتي يشتغلوا انا ادعوكم يا شباب خدوا الامور بجدية انا حبي تقول في هذا الفيديو هسيب لكم رابط هذا الووب سايت لو حبين تشتركوا فيه وهسيب لكم جميع الروابط للاشياء اللي انا اتكلمت عنها في هذا الفيديو إلا احب تقول سبحانك اللهم بحمدك اشهد الا الا انت استغفرك واتوب لك شكرا لكم ولا تنسوا ان الناس بالناس ومن يعن يعن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته